السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها لفترة الجن شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة تفسير معتقداتنا وسلوكياتنا وافكارنا ومشاعراتنا من منظور علوم الطاقة تحديدا هدفي من القناة اشحنكم بكل الطاقات الايجابية اخلصكم من اي طاقات سلبية بتشعروا بها بتأثر على يومكم وتأثر على حياتكم هنكمل السلسلة اللي بدأناها مع بعضه هي سلسلة التفكير المستمر في الاشخاص بيعمل فينا ايه وإيه العلامات اللي لما نلاحظها نعرف ان فيه شخص فعلا بيفكر فينا وبيجيب فلنا زي ما احنا بنيجيب فينا لازم تعرفوا ان التفكير المستمر في شخص محدد التفكير ده لما يبقى زيادة عن الحد اكتر من اللازم ايه دي من الامور المرهقة نفسيا وعصبيا وزهنيا وبتأثر على الوقع المادي وعلى حياتنا وعلى يومنا ايه فمحدش يستسهل ايه بهذه المشكلة انا بعتبرها مشكلة يعني الاشخاص اللي بيعانوا من هذا التفكير المستمر ايه في شخص معين ايه وتقطهم وزهنهم على طول مشغولين بهذا الشخص من اول ما يسحوا منهم لغاية ما يروحوا يناموا ايه ده بيسبب لهم مشكلة على مدار يومهم ومشكلة عامة في حياتهم سواء في حياتهم النفسية او في حياتهم الوقعية اللي بيعاشوها يوميا وممكن يسبب لهم مشاكل جمدة جدا جدا فمحدش يستسهل الموضوع ده كبير جدا جدا ومتعمك ومش بسهولة اه الاشخاص تفكت تعلقها ومعدتش تفكر مش بسهولة لان هنا الامر بيبقى غير ارادي مش بمزاجهم مش بمزاجهم لا بمزاجهم بدأوا التفكير ولا بمزاجهم يقدروا يخرجون الامر غير ارادي محتاج صبر محتاج ان انت تسمع وتسمع حلقات استشفائية لهذا الموضوع كتير محتاجين ان احنا نقرب من ربنا اكتر فمحدش يفكر الموضوع سهل ان احنا هنتخلص من هذا التفكير لا الموضوع صعب واصعب مما تتصوره وحله سهل واسهل مما تتصوره لو مشيته على التعليمات وطبقته كل مشكلة بامر الله بيبقى لها حل يبقى نرجع تاني ان التفكير في الشخص ده ساعات طويلة طول اليوم ممكن يقلم راسك يجيب لك صداع منتش قادر تطلعه من تفكيرك بتحاول بتعافر لكن غزب عنك مش بيخرج ولا بيغيب عن بالك لحظة لا محدش يقول لي فجأة الشخص قفز في دايرة تفكير لا والشخص مش بيخرج اصلا من دايرة تفكيرك انت او انت او انت او انت 24 ساعة الشخص في تفكيرك ممكن تنسوا نفسكم تنسوا متطلباتكم وما تنسوش هذا الشخص الشخص بيبقى مسيطرة عليك وعلى تفكيرك وعلى روحك وعلى ذينك سيطرة كاملة ممكن تنسى الاكل تنسى الشرب تنسى اي مذكرتك تنسى اي حاجة لكن هذا الشخص ما بيتنسيش ولا بيطرق فجأة لان هو اصلا متلبس عقلك اللواعي وعقلك الواعي وتلاقي حصل لك زي ما يقوله نغزة في القلب وحالة من القشعريرة وبكاء تحس ان انت عايز تبكي ومشتق جدا لهذا الشخص اللي انت بتفكر فيه حتى لو انت لسه شايفه قدامك من دقيقة تحس برضو ان انت مشتق له ويجي لك نوبة من البكاء ومشاعر قوية جدا جدا بتشدك تجاه هذا الشخص ما انتش عارف ايه سبب هذه المشاعر بتحاول وحاولته هتحاول تخرجه لكن بتلاقي ان الامر صعب جدا جدا مش بايدك ما سبب هذا التفكير المستمر ما تفسير علم النفس وتفسير علم الطاقة التفسير ان الشخص الاخر بيبعت لك هنا طاقات قوية جدا 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 هزي الطاقات عاملة زي اشارات التليفون اللاسلكي او اشارات الموبايل هزي الاشارات بتوصل لعقلك اللواعي عقلك اللواعي بيعمل تلقائيا بيعمل تلقائيا بمجرد ما تجيله طاقاته ان في حد بيفكر في مجالك الطاقة وبيفكر في طاقتك مرة واحدة هتلاقي عطا اشارات وزبزبات لعقلك اللواعي بيقولك قوم فوق اصحى في شخص هنا بيفكر فيك في شخص هنا بيبعت لك طاقات وكلما الشخص الاخر يبعت لك طاقات اكتر كلما الشخص يستحوز على تفكيرك اكتر وما تبقاش قادر تخرجه من دائرة افكارك فيه هنا هيجيلي سؤال مهم جدا جدا طب ازاي يعرف ان هو اللي بدأت التفكير ولا انا اللي بدأت التفكير طب ازاي يعرف ان ده تعلق مرضي انا اللي بحبه بس وهو مش بيحبني بيجيلي هذه الاسئلة كتير جدا واجبت عليها في كل الحلقات انت احساسك الداخلي شعورك الداخلي ان الشخص ده فعلا بيحبك وبيفكر فيك ما بيجدبش صدق شعورك وصدق طاقطا احساسك الداخلي عمره ما يجدب لما يجيلك رغبة جديدة ان انت عايز تتكلم هذا الشخص وشعور بالبكاء ونغزة في القلب واشتياء مفاجئ لهذا الشخص اعرف ان الشخص هنا تفكير متبادل وان الشخص هنا بيفكر فيك التعلق المرض ده بيبقى علامات تانية اشرح حلقه في حلقة الوحدة لكن التفكير المستمر في شخص مع رغبة شديدة ان انت تتواصل معاه نفسك تسمع صوته نفسك يكلمك كلمة نفسك يعدي من قدامك اعرف هنا ان الشخص بيتخاطر وبيبعث لك طاقات قوية جدا جدا وبيرسل لك رسالة مفدهة كلمني او تواصل معي ان انت هتشوف كل حاجة في يومك عبارة عن هذا الشخص الاشخاص اللي انت بتقابلهم في حياتك هتلاقهم فيهم شبه من هذا الشخص لو دخلت على وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقي اشخاص شبهة بهذا الشخص اللي بتفكر فيه هتلاقي اسمه منتشر جدا قدامك سواء في كتاب سواء على النت سواء في جريدة سواء في يفطة متعلق هتصادف اسمه هتصادف ناس كتير جدا شكله في هذه الفترة الكون هنا هو اللي بيبعث لك طاقات بيقول لك وبينبهك بيقول لك في شخص هنا قاعد بيفكر فيك مع الشخص الاخر بيفكر فيك والكون هنا بيبعث لك اشارات عشان يوضع له هنا عقلك اللواعي بياخد اوامره من الطاقات اللي جياله سواء طاقات منك وقناعات منك وشعور منك او طاقات جياله من الاخرين وبيبتدي يعمل دي قالية عمله بياخد اوامره من الطاقات اللي انت شعرت بيها وطاقات الدخيلة اللي جيال لو جياله طاقات من بره ان في حد بيفكر فيك هيوصلها لك وهيعرفك ان في حد فعلا بيفكر فيك لو انت على طول لقي نفسك منشغل وعملت رأي بهذا الشخص وعملت اسأل نفسك هل الشخص بيحبني ولا بيحبني هل فاكل بلوك ولا مفاكش واي سلوك يعمله انت تفسره كل ده عبارة عن انشغال طاقي عقلك اللواعي هنا بيبتدي ينشغل طاقيا بهذا الشخص ولما ينشغل طاقيا لهذا الشخص بيبتدي يبعث اشارات برضه لهذا الشخص اشتركوا في القناة